اهلا بكم اصدقائنا في في الجولدوتكم مع لايف جديد اللي هنعلم فيه النتيجة النهائية ان شاء الله لاستفتاء الافضل في تاريخ مصر اللي تبعتوه على مدار شهر تقريبا على الموقع واللي شارك فيه 141 نجم الدول اللي سابق لمنتقب مصر واكتر من 280 الف من الجمهور استفتوا واختاروا احسن 5 لعبين في تاريخ مصر في استفتاء في الجولدوتكم جمعنا الاصوات واعلننا مبارح ان احنا ان شاء الله هنعلن النتيجة النهاردة ويمكن تبعتونا على الصفحة احنا نزلنا المراكز كلها تقريبا معادة اول 5 بس والان حانت لحظة الحقيقة وهي اعلان افضل 5 لعبين في تاريخ مصر باختيار النجوم الدولين السابقين والجمهور في استفتاء الافضل في تاريخ مصر مع في الجول برعاية ايكو وست يمكن تبعتوا على الصفحة الترتيب اللي نزل لكل النجوم اللي موجودين في الاستفتاء وكل النجوم اللي اترتبوا او اعرضنا ترتبهم من اول مركز 57 لغاية السادس كلهم كانوا ضمن اختيارات النجوم الدولين السابقين مفيش حد كان من اختياره الجمهور او من اختيارهم في الجول كل حد ترح في الاستفتاء كان من اختياره النجوم الدولين السابقين نرجعهم عبعد سريعا قبل ما نعلن الخمسة الاوائل في الاستفتاء في المركز 57 جيه كابتن ناصر محمد علي رحمة الله عليه المركز 56 كابتن حبدي عفتاح رحمة الله عليه المركز 55 كابتن موسعد نور رحمة الله عليه المركز 53 كابتن شحت الاسكندراني المركز 52 كابتن محمد صلاح ابو جريشة مركز 51 كابتن اسماعيل يوسف مركز 50 كابتن مصطفى رياض المركز 49 كابتن علاء ميهوب المركز 48 كابتن عبد الرحمن فوزي رحمة الله عليه مركز 47 كابتن رضا عبعال مركز 46 كابتن مصطفى يونس مركز 45 كابتن هشام يكن مركز 44 كابتن صفوض عبد الحليم مركز 43 كابتن محمد شوقي مركز 42 كابتن أحمد فتحي المركز 41 كابتن ربيع سين المركز 40 كابتن إبراهيم سعيد المركز 39 كابتن عبد العزيز عبد الشافي المركز 38 كابتن هاني رمزي المركز 37 كابتن السيد حودة رحمة الله علي المركز 36 كابتن محمود الجهري رحمة الله علي المركز 35 كابتن أشرف آسم المركز 34 كابتن عبد الله السعيد المركز 33 الضزوي رحمة الله علي المركز 32 كابتن طه اسماعيل المركز 31 كابتن ثبت البطل رحمة الله علي المركز 30 كابتن إبراهيم حسن المركز 29 كابتن عبد سطر صبري المركز 28 كابتن حسني عبد الربو المركز 27 كابتن أحمود حودة رحمة الله عليه المركز 26 كابتن مختار التتش رحمة الله عليه الكابتن 25 كابتن طهب إسري رحمة الله عليه المركز 24 ميدو المركز 23 كابتن ميدو المركز 23 كابتن جمال عبد الحميد المركز 22 كابتن أحمد الكاس المركز 21 كابتن رضا النجم مندل إسماعيل السابق رحمة الله عليه المركز 20 كابتن فاروق عفر المركز 19 كابتن محمد بركات المركز الثمانتاشر كابتن حمد أمام رحمة الله عليه المركز الثمانتاشر كابتن عماد متعب المركز الثمانتاشر كابتن صالح سليم رحمة الله عليه المركز الثمانتاشر كابتن واي الجمعة المركز الثمانتاشر كابتن حسن الشزدي رحمة الله عليه المركز الثلاثتاشر كابتن محمد زيدان المركز الثمانتاشر كابتن شكبالة المركز الثمانتاشر كابتن أحمد حسن المركز الثمانتاشر كابتن طهر أبو زيد المركز التاسع كابتن علي بو جريشا المركز التامن كابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه المركز السابع كابتن حزم إمام والمركز السادس كابتن عصام الحضري وتبقت فقط المراكز الخمسة الأولى في هذا الاستفتاء زي ما نوهنا قبل كده إن النجوم اللي شاركوا أصواتهم تمثل 75% من الاستفتاء مقابل 25% لأصوات الجمهور وده زي ما بيحصل فيه جائزة فيفا the best أو جائزة أفضل لعب في العالم إن الجمهور بيبقى نسبة تصويته 25% فقط من الأصوات اللي بتحتسب في الجائزة زي ما قلنا شارك 141 نجم دول السابق بخلاف النجوم اللي اعتذروا عن عالم المشاركة خاصة اللي ممن يشغلون حاليا مناصب إدارية أو فنية أو إعلامية كل نجم سألناه اختار أحسن خمس لعبين في تاريخ مصر وكانت الاختيارات المركز الأول بياخد خمس نقط المركز الثاني أربع نقط المركز الثالث تلات نقط المركز الرابع نقطتين والمركز الخامس نقطة واحدة فقط يمكن استنتقتوا مين أول خمسة في الترتيب اللي هما ما ظهروش في الاختيارات لغاية دلوقتي هنقولهم يعني قبل ما نقول ترتيبهم بالضبط في الاستفتاء ايه؟ الخمسة اللي تبقوا في الاستفتاء واللي خدوا الخمس مركز الأولى هم كابتن حسن شحاتة كابتن حمود الخطيب كابتن حسام حسن كابتن محمد بوتريكا كابتن محمد صلاح هنبدأ مع صاحب المركز الثالث مش هنعلنها بالطريقة تنازلية من الخامس للأول يمكن هنشوأكوا شوية المركز الثالث اللي حصل عليه هو المعلم حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة يمكن خدتوا بالكو ان كتير من النجوم اللي نشرنا اختياراتهم على الصفحة كانوا مختارين المعلم كابتن حسن شحاتة نجم من منتقب مصر ونجم نادي الزمالك في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كابتن حسن شحاتة حصل على 12 و 22 من 100 في المية 12 و 22 من 100 في المية من الأصوات كابتن حسن شحاتة اختاروا عدد كبير جدا من النجوم السابقين يمكن في نقاط اللاعبين خد 298 نقطة وضيف عليهم كمان 46 و 67 من 100 في نقاط الجمهور عشان يحتل المركز الثالث كأفضل لعبي مصر عبر التاريخ تبقت أربعة أسماء كبيرة في الكورنة المصرية خلينا أقول لكم أن المركز الرابع كان عليمه نفسه شرسة جدا 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 المركز الرابع كان بيحتلوا أحد النجوم في أصوات النجوم أصوات النجوم كانت مرجحة كافة نجم على نجم في المركز الرابع واحد في المركز الرابع والتاني في المركز الخامس لكن أصوات الجمهور خلت النجم اللي كان في المركز الخامس يبقى صاحب المركز الرابع بعد ما خد عدد كبير جدا من أصوات الجمهور اللي حصل على المركز الرابع في استفتاء الأفضل في تاريخ مصر هو الكابتن محمد أبو تريكا بعد ما تخطى الكابتن حسام حسن بفضل أصوات الجنهور يمكن الثنائي كانت زي ما قلت لكم المنافسة بينهم شرسة جدا 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 فأصوات النجوم كانت الكترة أو الأغلبية للكابتن حسام حسن فأصوات النجوم كابتن حسام حسن حصل على 208 نقطة مقابل 169 نقطة لكابتن محمد أبو تريكا لكن لأن الكابتن محمد أبو تريكا كان تاني أكتر لعب حصل على أصوات في استفتاء الجنهور خد عدد كبير جدا من النقاط خلاه يتفوق على كابتن حسام حسن ويصبح هو في المركز الرابع كأفضل رابع أفضل لعب في تاريخ مصر بعد ما حصل على 115 نقطة من الجمهور مقابل 63.32% للكابتن حسام حسن عشان يبقى إجمالي نقاط النجمين كابتن أبو تريكا حصل على 10% تقريبا من أصوات الإجمالية مقابل 9.62% للكابتن حسام حسن يبقى كده قلنا المركز الثالث كابتن حسن شحاتة المركز الرابع كابتن حمد بطريكا المركز الخامس كابتن حسام حسن وتبقى فقط أصحاب المركزين الأول والتاني واللي زي ما أنتم متوقعين هم الاتنين محمد صلاح ومحمود الخطيب واللي حصل على المركز الأول اللي فاز في استفتاء الأفضل في تاريخ مصر واللي خد أعلى نسبة من الأصوات واللي خد أعلى عدد من أصوات النجوم وأعلى عدد من أصوات الجمهور هو الكابتن محمد صلاح فخر العرب ونجم ليفربول وقائد منتخب مصر كابتن محمد صلاح اختاروا أعتقد ما يقرب من 110 نجم في المركز الأول اختاروه في الاستفتاء منهم 80 تقريبا في المركز الأول كان مكتسح في المركز الأول في الاختيارات حصل على 482 نقطة من نقاط النجوم ومعاهم كمان أعلى عدد من النقاط في استفتاء الجمهور في استفتاء الجمهور برضو كابتن محمد صلاح كان هو صاحب المركز الأول أكتر لعب حصل على أصوات خد 121 نقطة تقريبا عشان يبقى إجمالي النقاط اللي حصل عليها الكابتن محمد صلاح في الاستفتاء 21% واربعة من عشرة من إجمالي الأصوات كلها يعني كابتن محمد صلاح خد أكتر من خمس عدد الأصوات عشان يفوز في استفتاء الأفضل في تاريخ مصر ويصبح صاحب المركز الأول ويأتي الكابتن محمود الخطيب بأسطورة النادي الأهلي في المركز الثاني بعد ما حصل على 18% من إجمالي الأصوات الكابتن محمود الخطيب حصل على 413 نقطة من النجوم وضيف عليهم كمان 95 نقطة من الجمهور في استفتاء الجمهور كابتن الخطيب كان الثالث بعد محمد أوتريكا وبعد محمد صلاح في استفتاء النجوم كان هو الثاني وبالتالي إجمالا خد المركز الثاني أو حصل على المركز الثاني بإجمالي أصوات 18% في الاستفتاء نراجع سريعا ترتيب العشرة الأوائل في استفتاء الأفضل في تاريخ مصر كابتن محمد صلاح الأول بنسبة 21% و4 من الأصوات كابتن محمود الخطيب في المركز الثاني 18% من الأصوات كابتن حسن شحاتة في المركز الثالث 12% و22% في الأصوات كابتن محمد أوتريكا 10% من الأصوات كابتن حسام حسن 9% و62% من الأصوات دول الخمسة لوائل بعدهم جاء كابتن عصام الحضري بنسبة 4% من الأصوات ثم كابتن علي أبو جريشا ثم كابتن حزم إمام في المركز السابع بنسبة 3.19% ثم كابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه في المركز الثامن بنسبة 2.10% ثم كابتن علي أبو جريشا في المركز التاسع بنسبة 2.10% ثم كابتن طاهر أبو سيد في المركز العشر بنسبة 1.44% دول كانوا العشر نجوم الأكثر اختياراً واللي اختارهم النجوم واختارهم الجمهور الأفضل في تاريخ مصر في هذا الاستفتاء عبره في الجول وبرعاية إيكوست اللي زي ما قلنا شارك فيه 141 نجم الدولي سابق وأكتر من 280 ألف من أصدقائنا في الجول صوتوا عبر الموقع الإلكتروني لاختيار القائمة النهائي نتمنى تكون الاستفتاء عجب حضراتكم وعرضنا نتيجة كل هؤلاء النجوم هم من صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية بس كنا محتاجين نعرف أو نسأل الناس مين فيهم الأفضل مين فيهم الأول مين فيهم التاني لحد ما جمعنا القائمة النهائية شكرا لكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم